يعني حدك اكيد نتابع احنا بنتكلم فيه قبل ما نخش او قبل ما تخش معي المدافعين فيه الدور الممتاز وهل المدافعين في الموسم ده كانوا سبب مثلا لفوز الاهلي عكس بيرامدز ده عبتدي بيه اول سؤال وبعد كده نتكلم على اللي تم افرازه الحقيقة من خلال المدافعين فيه الدور الممتاز وشكل عام يعني مدافعين اه يعني هل هل دور محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم ورامي ربيعة كان اقوى من دور احمد سامي واسامة جلال في بيرامدز وعلى جانب الاخر الزمالك المسلوسي وحسام عبد المنعم المقارنات في الحتة دياني طبعا اكيد يا فاروق يعني المدافعين بيبقى لهم دور كبير جدا دايما لازم المدافع بيبقى مركز بشكل كبير جدا خلينا اقولك يمكن محمد عبد المنعم رامي ربيعة ياسر ابراهيم كان برضو فيه محمود بتولي لعب بعد المتشاط اه لهم دور كبير جدا خصوصا النادي العلي وبيرامدز او الزمالك بيلعبوا دايما على الفوز احنا دايما بالطالب المدافعين بالتركيز طبعا انت ما يبقاش فيها فوات او في بعض المشاكل في الخط الدفاع وده اللي احنا كنا شوفناها الفترة اللي فاتت لكن هتكلم عن المدافعين فيه مدافعين جدير جدا تعالقوا السناء يعني يعني اه الاخطاء عند محمد عبد المنعم ورامي اقل من الاخطاء اللي موجودة اقلت بشكل كبير. اه. لكن انت لو كلمت على بيرامز اه انت عند كان انا ممكن انا قلت يمكن من اضعف الخطوط اللي موجودة في بيرامز يتخط الدفاع. عشان برضو فيه محمود مرعي برضو. اه ما انا بقول لك كان كان من اخطاء يعني اخطاء بيرامز هي الخط الدفاع. لكن لما بتتكلم عن نص الملعب. لا نص الملعب كويس. عندك الخط الامامي اللي هو الهجومي بحدس والحرك. لكن بتتكلم على الاخطاء الدفاعية كان كارثية في بعض الفرق. لكن في الناس الام ممكن تبقى ملمومة شوية نظرا لخبرات بعض اللاعبين. وتقلق رامي ربيعة اللي انا بقول لك عليه ممكن من افضل المواسم اللي لعبها الفترة ديت في الدور الممتاز. عندك تانيا عندك ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم حتى لما بتغيب رامي ربيعة او بيغيب محمد عبد منعيم بتلاقي ياسر ابراهيم موجود وبيبقى حاضر بشكل كبير جدا. لكن الاخطاء قلت يا فاروق. نتيجة ان انت كنت بتتكلم على محمد عبد منعيم ممكن يكون شايف ان هو ممكن يتعالع الكرة بشكل كبير. لكن قلت بشكل كويس جدا. وكان وجود مصطفى شبير في الحتة ديت ان اللاعبه كان متمسكة. يمكن ادت ان اللاعبه يبقى متمسكين ويدفعوا بشكل كويس. لكن فيه تقلق اه تقلق رامي ربيعة تقلق محمد عبد منعيم تقلق المسلوسي في المدفعين. اه برضو خربات المسلوسي مش ده مركزه. ما انا بقولك بس هو قد خيره انه بيلعب في الحتة دي وبقى ده بشكل كويس جدا. وبيلعب النحة التانية بيلعب ناحية الراية اللي هو اومر جابر. لكن انت بتكلم على محمود مرعي لا ده ده مبشر بالخير او لعيب كويس وهجي لمنتقى بمصر. لا المدفعين اهلهم دور ودور كبير جدا. في حسم الدوري للنادي الاهلي. للنادي على الجانب الاخر اه الاخطاء كانت اكتر. في البيراميد. اه طبعا. والزمالك طبعا بنفس الشكل. انا انا اتمنى شو بص يعني انت في اخطاء الموسم خلص وكان موسم طويل اتمنى المدربين يخلوا بالهم من الحتة دي بشكل كبير. لازم تعلم المدافع يمسك ازاي. طبعا. يعني هالكولر كان ليه تأثير على المدافعين بتقوى عن الاهلي ولا هم دي يعني الامور بالنسبة لهم فنيا هم من البداية. ده اكيد يا فاروق الاي مدير فني لما بيتفرج علماتش وبيشوف الاخطاء اكيد بيعالجها جد بيعود يتكلم معاهم. ممكن ما يبقاش فيه وقت ان هو يصلح على اخطاء في الملعب. لكن اكيد بيعود معاهم. طب اكتر اخطاء شفتها بالنسبة مثلا محمد منعم وياسر ابراهيم ورامي ربيع كابتن ومش حابب ان هما يبقوا موجودين فيها الفترة اللي جاي. لا الاستهتار. استهتار بالمدافع. ان ان انت ما بتمسكش ما بتريبش بشكل جيد. ان ان انت عايز تعمل فيها لعيب كورة. لا انا دايما انا فروق. بقول للمدافع انت دورك ان انت تقطع وتسلم. زي ما بتتكلم على الفرود انه يجيب جول. لكن المدافع دايما دوره اقطع كورة واسلمها. ان انا لازم احترم الخصم بشكل كويس. لكنها ده اللي احنا شفناها الفترة اللي جاي. ده بالنسبة لعبد المنام. اعتعب عمنام طبعا منام ولا ربيع كمان. لا رامي ربيع ربيع كان انا انا من وجهة نظري ان هو كان بيلعب ليتقلق. بمعنى ان هو عايز يبقى موجود في النادي الاهل. لان انت كل سنة كان بيبقى في كلام ان محمد رامي ربيع ماشي لا رامي ربيع يقعد. لكن انا بقول لك من احسن المواسم اللي اتعملت في النادي الاهل اللي رامي ربيع هزا الموسم. بسوى في افريقيا او في الدور المصري. ياسر. لا ياسر الاصابة بعدته شوية. لكن انا بقول لك انا هيبقى من افضل المدافعين الموجودين وكان مرشح موجود في منتخب مصر لولا الاصابة يعني.